حينما قلت إن العاصفة الرملية ستأتي إلى آل سعود وإنها بشرى خير وبشرى شر على أعداء الإسلام إني على بينة ومعلمي كان موجودا يقلبها حيث ما يريد ولذلك حينما صار الإنقلاب بالسعودية ليس هذا الذي كان ينتظره بل هناك زلزال مرعب في السعودية يخرج الناس كأنهم جراد منتشر يحملون بنادقهم وسيوفهم بأيديهم فلا يستطيع الأمريكي تخليص آل سعود من قبضات سيوفهم فيقطعون تقطيعا عن قريب وعن بعيد قل لي لا 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 عن قريب ما يرفع له لا صدقه ولا كفاره وجاي القدر حتى يظهروا بصالح خش راح تصير هاي وتقولوا علي دجال لننتظر من هو الدجال العنوني اللي لم يحدث رغم ان عمر الله يمحو ما يشاء ولكن يقينا يقول المعلمي اسأل الله اللي لا يمحو